استعملت مفردة الحشد الانتخابي في اليوم الأخير وعزيت ليه سبب كثافة المشاركة أو كثافة نسبة المصوطين في اليوم الأخير في الانتخابات البرلمانية المسألة مفهومة أن هناك مكينات حشد معينة حزبية أو قبلية أو اجتماعية أو خلافه في بعض الانتخابات المحلية قد يكون البعد القبلي حاضر والاجتماعي في انتخابات رئاسية بتنافس فيها مرشحين رئاسيين ليس فيهم مرشح حزبي بمعنى أو بمفهوم الأحزاب التقليدية المعروفة والقديمة مين المسؤول عن الحشد او ما هي مكينة الحشد الانتخابي حصل نوع خلينا صرحة احنا بنكلم جمهور واعي واعت في بيوت واحنا مش من نكون صرحة موضوع الغرامة ال 500 جنيه اثر بشدة اثر بشدة خصوصا عندما يعني تم حديث كده انه ال 500 جنيه هتضاف على فتورة الكهرباء اثر بشدة خلينا وقعي واثر بشدة على المناطق الاكثر فقرة زي الصعيد فمن كان لا يرغب في المشاركة شارك انا رأيي ان التعود على المشاركة ايجابي باي شكل من اشكال عشان يعني ايه ما ندخل شي في مناشة القواعد العام ولكن من لم يعمل يرغب في المشاركة وشارك بسبب هذا النوع من المقيلة يعني اه ابطل سوتو جزء كبير منهم ابطل سوتو يعني انا بالنسبالي ظاهرة جديدة بالنسبالي انه مدينة بنسويف اليابندر بنسويف مدينة مدينة بنسويف تبقى 47% بينما مركز بنسويف اللي هو ريف والقرى المحيطة بالمدينة المدينة 44% النسبة طلعت دي اول مرة ان انا اشوف المدينة اعلى من الريف لان في الانتخابات ده الفاتت كتا 40% مقابل 56% للريف في نسبة المشاركة فهو دي الفكرة يعني انه يعني احساس المدينة مدينة الصعيد احيانا فبقى مدينة زي ما نقول فيها مدينة فقيرة ممكن تبقى هتا يعني مدينة فقيرة تتأثر او حاجة